حديثنا عن الصراع التنظيمي لا ينتهي إلا إذا تناولنا كيفية إدارة الصراع أو ما هي الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع الصراع أولاً هناك استراتيجية للتعامل مع الصراع الفردي وهي تغضح كيفية علاج الصراع الفردي أو باعتبارك مدير إذا واجهتك نوع من أنواع الصراعات الفردية كيف تقوم بمعالجتها أو ما هي الاستراتيجيات المسلأ لمعالجتها أولاً المساهمة بفعالية من قبل الإدارة في سد احتياجات الأفراد لأن من الأسباب التي تؤدي إلى الصراع الفردي هو أن الفرد لديه احتياجات ويشعر بالقلق حيال سد أو إشباع هذه الاحتياجات فعلى الإدارة أو على المدير أن يسعى إلى إشباع الاحتياجات الفردية للقضاء على الصراع الفردي كذلك بناء الفرد وإبراد أهميته بالنسبة للمنظمة وأهدافها باعتبار أن الفرد عنصر مهم أو أن يقوم المدير بتوضيح للفرد أنه عنصر مهم للمنظمة ولتحقيق أهدافها كذلك من استراتيجيات معالجة الصراع الفردي إيجاد نوع من التوافق ما بين توقعات الفرد وما يمليه الواقع من فرص وقيود فهذا التوافق بين توقعات الفرد والواقع هذا التوافق يخلق نوع من الحصانة ضد الصراع الفردي لأن الفرد يكون لديه قناعتين القناعة الأولى بأن الصراع بأن أهدافه وحاجياته يمكن أن يتم إجباعه والقناعة الثانية بأنه يمكن أن لا يتم إجباعها فهذا الجانب مهم للقضاء على الصراع الفردي كذلك من أساليب القضاء على الصراع الفردي تفهم دوافع الأفراد الحقيقية وهذه تحدثنا عنها هنا عن مساهمة الإدارة في سد احتياجاته وكذلك تفهمها لدوافعه الحقيقية لحثه ودفعه على البزل والعطاب تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل فرد وهذه الاستراتيجية الآخيرة وهي استراتيجية واضحة بأن كل فرد يكون عارفاً مطلوب منهم أو يكون على علم بواجباته ومسؤولياته الاستراتيجية الثانية هي متعلقة بكيفية معالجة الصراع الجماعي أو عفواً هو الصراع بين الأفراد والجماعات فالمنظمة ينبقي أو إدارة المنظمة ينبقي أن تدعم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والاستراتيجية الثانية إبراز نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف وإبراز أن نقاط الاتفاق هي أكثر وأهمة وتقود إلى تحقيق الأهداف خلافاً لنقاط الاختلاف بين الأفراد وكذلك استراتيجية تهديات الوضع وإقناع كل طرف بترك الأمر لعامل الزمن لأنه كفيل بالقضاء على الصراع كذلك الإقناع أو التفاوض بضرورة إقناع كل طرف الأطراف المتصارعة إلى التنازل من شروطه أو جزء منها للوصول إلى اتفاق وكذلك التقليل من أهمية موضوع الصراع في نظر طرفي الصراع أي تبصيرهم بأن الصراع أو مصدر الصراع والسبب في الصراع بينهما هو سبب سقير أصغر من أن يقود أطراف الصراع للدخول في الصراع لأنه يجمعهم أكثر مما يفرقهم وهذا أيضا يقود إلى التهيئة النفسية للمتنازعين للقبول بحل الوسط لمعالجة الصراع كذلك من استراتيات الصراع استراتيات تخفيف حدة الصراع التنظيمي أي الصراع داخل المنظمات ومن استراتيات المتبعة في هذا الجانب أو هذا المجال بناء الثقة التنظيمية لإزالة التوتر بين أجزاء التنظيم ومثلا إذا كان هناك نزاع بين قسم الإنتاج وقسم التسويق أو بين المدير المالي ومدير الإنتاج هذا الصراع التنظيمي يحتاج أولا إلى بناء السقة بين الأطراف وأيضا يحتاج إلى توسيع نطاق الإشراف لشمل أكبر قدر من العمال حتى يكون نقلل عدد المدراء لأننا إذا قللنا إذا وسعنا نطاق الأشراف هذا يعني تقليل المدراء وبالتالي تقليل إمكانية الوصول في نزاعات كذلك تغنينا العلاقة بين الأعمال والأنشطة المختلفة عن طريق تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل قسم أو لكل عمل وكذلك توضيح ساليب وإجراءات العمل لحديثي أو للموظفين الجدد لأننا بالتالي نحصنهم ضد الدخول في نزاعات محتملة بين هؤلاء الموظفين الجدد والعملين الجدد وبقية العاملين في المنظمة كذلك هناك استراتيجية لإدارة الصراع وهي استراتيجية عامة خلافة للإستراتيجيات الثلاثة سواء كان استراتيجية متعلقة بعلاج الصراع الفردي أو علاج الصراع بين الفرد والمجموع حتى علاج الصراع التنظيمي هناك استراتيجيات عامة يمكن استخدامها لمعالجة الصراع وهي تصلح لجميع أنواع الصراع أول هذه الاستراتيجيات هي تشخيص معرفة أسباب الصراع ومصدره ما هو سبب الصراع هل هو صراع بسبب المناصب هل هو صراع بسبب تداخل السلطات والصلاحيات هل هو صراع بسبب النزاع أو بسبب عدم إجباح احتياجات الفرد المهم في هذه المرحلة لا بد من تحديد أسباب الصراع ومصادر الصراع ثم لا بد من حس الأطراف المتنازعة في التفكير في الأسباب الحقيقية للصراع الأسباب التي بحلها يحل الصراع دون الخوض في أسباب غير الحقيقية والأسباب الهامشية كذلك يمكن إدخال طرف سالس محايد للتوسط في حل الصراع يعني حكم من هذا الطرف وحكم من هذا الطرف أو نأتي بحطرف حكم طرف محايد لا ينتمي لهذا الطرف ولا ينتمي لهذا الطرف حتى نضمن الحيادية ونضمن قبول أو أن هذه الشخصية مبولة لطرفي الصراع وبالتالي حل الصراع ورابعا اللجوء إلى مستويات أعلى لتنفيذ القواعد والأنظمة وهنا يأتي جانب تدخل المدير المباشر في الصراع إذا حد الصراع بمدير الإنتاج ومدير الموارد البشرية مثلا أو المدير المالي ومدير التسويق وغيرها يتدخل المدير الأعلى لمعالجة هذا الصراع باستخدام سلطاته وصلاحياته وكذلك من الأساليب العامة لإدارة الصراع هو مسألة بالإضافة لهذه الأربعة أساليب وهي أساليب هامة جدا يمكن أن نضيف عليها هذه الأساليب أولا يمكن أن نضيف تهيئات الموقف والتهدئة بين الأطراف كل طرف نحاول أن نكبح جماحه وتكون هناك نوع من التهدئة للأطراف المتصارعة كذلك التوافق وهذا الأسلوب يطمن حصول كل من الأطراف على جزء مما يسعى للحصول عليه والتوافق هو أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه أو بعض شروطه لصالح الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف ثم بعد ذلك المواجهة والمصارحة وعرض المشكلة وتفهمها والمواجهة تعتبر من أنجح أساليب الصراع باعتبار أنه يزيل كثير من القبن أو المواجهة تزيل عفوا كثير من القبن وسوء الفهم بين الأطراف وبالتالي يكون المشكلة واضحة بالنسبة للأطراف ويمكن تفهمها وحلها إذا فشلت جميع الأساليب السبع العامة هذه لإدارة الصراع نلجأ إلى الأسلوب الثامن وهو أسلوب الإكره وهنا يتدخل القائد ويستخدم سلطته يستخدم ما يمتلك من قوة لحسم الصراع ويعتبر هذا الإسلوب هو إسلوب سريع لمعالجة وحل الصراع وهنا يكون التركيز على شخصية القائد لأن المطلوب من القائد أن يختار الوقت المناسب لاستخدام إسلوب الإكره حتى لا يأتي هذا الإسلوب بنتائج سلبية ولأن هذا الإسلوب مثل ما ذكرنا هو إسلوب سريع وكلمة إسلوب سريع يعني أن نتائجه يمكن أن تتضح على المدى القصير على المدى القصير إسلوب سريع لذلك ينبغي التروي في استخدام هذا الإسلوب لأن قد تكون لديه آسار سلبية على المدى البعيد لأن الطرف الخاسر من الصراع سوف يزعى إلى الانتقام متى ما سنحت له الفرصة أو قد يقادر المؤسسة ويمكن أن يكون خسارة للمؤسسة لأنه يمكن أن يكون من أكفى العاملين في المنظمة ولكن بسبب التدقل المدير وإكراهه خلق نوع من القبن ونوع من عدم الارتياح وعدم الرضا يمكن أن يؤدي إلى آسار سلبية على المدى البعيد إذن باستعراضنا لهذا الموضوع نكون قد أنهينا موضوع الصراع التنظيمي وموضوعات المقرر بصورة عامة إلى أشكركم على حسن متابعتكم وأستودعكم الله وفي أمان الله